تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفية من الرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي حيث أعرب عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن ولا سيما خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد بالأمس أكد رئيس اليمن على محورية دور مصر باعتبارها الدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة معربا عن تطلع لمواصلة دعم مصر لليمن وتكتيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعيدة خلال الفترة المقبلة من جانبي أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها لحكومته الشرعية مشيرا إلى حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وذلك في إطار ما يجمع بين البلدين من علاقات وثيقة وروابط تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي متمنيا للشعب اليمني الشقيق كل السلام والاستقرار